موسيقى موسيقى أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة الليلة من المشهد اليمني موسيقى أيها الأخوة تسبب الانقلاب الحوثي في خلق حالة من الفراغ الأمني في اليمن الأمر الذي دعا أبناء منطقة يافع في محافظة لحجي لإعادة تشكيل المؤسسات الأمنية بمبادرة ذاتية تضمنت تلك المبادرة إعادة بناء مراكز الشرطة والتكفل باحتياجاتها بشكل كامل في تجربة غير مسبوخ موسيقى غابت الدولة في كثير من مناطق الجنوب منها مديريات يافع لا يوجد هنا أي مظهر للدولة منذ سنوات طويلة ولا حتى بمظهرها الأمنين قد تبدو تلك حالة غريبة في أي دولة على وجه المعمورة لكنها في اليمن تعد عادية وما تلك إلا واحدة من عجائب حكم المخلوع صالح الكثيرة جدا تداعى أهل يافع لدراسة الموقف وقرروا تولي أمنهم بأنفسهم لكن ليس بطريقة همجية بل اتفقوا على إعادة بناء وتأهيل مراكز الشرطة وتعييد ضباط متخصصين على رأسها وأفراد منتسبين لوزارة الداخلية من أبناء المنطقة في مديرية يافع لبعوس محافظة لحج افتتاح أول شرطة نموذيقية وهذه الشرطة هي بدعم المواطنين وبعون الله ستكون الشرطة هذه نموذيقية كما يراها المواطن ونتطلع من دول التحالف أن تدعمنا وتدعم المديريات الباقية مركز شرطة لبعوس كلفت عملية أعادة تأهيله أكثر من عشرين مليون ريال يومني تكفل بها حلف قبيلة يافع بما فيها رواتب منتسبيه واحتياجاتهم وميزانيتهم التشغيلية وكذلك فعلوا في يهر وغيرها غبت الدولة إذن فحضر في يافع الحس الوطني الجمعي في ظاهرة هي الأولى من نوعها تعكس حضارية يافع وأهلها الضاربة في عمق التاريخ يافع هذه التي كانت أول من هزم جيش المخلوع المسمى بالحرس الجمهوري في حرب جبل العر الشهيرة قبل سنوات لبرنامج المشهد اليمني صلاح باللغبر يافع مرحبا بضيفين أي والإخوة في هذه الحلقة من المشهد اليمني حيث معنا في أستوديو البرنامج الأستاذ محضار ابن طهيف أحد مؤسسي حلف أبنى يافع والذي قدم من جدة خصيصا للمشاركة في البرنامج ومرحبا بك معنا شهر أهلا وسهلا حياة كلها أيضا نرحب بضيفنا من عدن الدكتورة هدى علي علوي الأكاديمية والناشطة الاجتماعية مرحبا بك معنا دكتورة هدى ونبدأ حديثنا مع ضيفنا هنا في الأستوديو الأستاذ محضار كما تحدثنا في مقدمة البرنامج وكما ورد أيضا في التقرير عن هذا التجمع أو هذا الحلف لأبناء يافع وأشير في تقرير بعض الجوانب الإيجابية حقيقة يبدو لي في ملامح هذا الحلف لكن دعنا نتحدث عنه بتفصيل أين موقعه؟ ما طبيعة هذا التحالف أو هذا الحلف أو هذا التماسك؟ لماذا بين أبناء يافع؟ ما الجهود التي تقومون بها؟ هدافكم؟ نريد أن نفعها ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم أولا أشكرك على تحت الفرصة هذه وإن شاء الله نتحدث بإيجاز وإن شاء الله نعطي الموضوع حقه بإذن الله الحقيقة أولا فيه بعض الشيء الخطأ من هو حلف أبناء يافع وكلنا جنود يافع فيه مكونين يعني اللي بيحاولون يعيدون الأمن في يافع اللي هو الحلف ومكون كلنا جنود يافع وفيه أخوان يعني معناته فيه بنفس المنطقة وهما أساسا مغطربين ومن رجال الأعمال وقاموا بالدور هذا نتيجة قياب الدولة بعد أن سطى الحوثي وهو بتشجيع من المخلوع وضاع الأمن يعني إلى حد كبير في عموم الوطن وبالجنوب بشكل كبير ورحنا يعني عملنا محاولات واجتهادات خاصة بحيث رحنا نغطي المنطقة هذه وكان هذه الصورة اللي شفناها قبل شوية فيه رجل فاضل بالحغيرة يعني معناته مغطرب هو بالسعودية ترك عماله وترك كل شغله الأستاذ عدل حوثري عمل واجب كبير جدا يعني أفضل من ما يعني أفضل من ما يعني كانت المباني هذه اللي شفناها خرابة يعني لو تلاحظ أنت لو كان فيه صور سابقة وفيه كان عندهم الصور قبل عادة الترميم كنت بتستغرب مما يتكون هذا الجبع؟ يتكون من ماذا؟ يتكون من كل فرد من أفراد يافع عنده استطاعة يقدم عطاء لخدمة المنطقة والخدمة الحقيقة نحن مركزين على الوطن بشكل عام نعم وإنما يعني بدأنا بالدار خاصة بالجانب الأمني أما بالمجهود الحربي يعني معناته باعتبار المناطق اللي كنا فيها أو يعني معناته مناطق عدن وحواليها وهذا اللي همنا بدرجة أساسية ما أكدب عليك أخي الكريم يعني أن رحنا في القنوب يعني بنهتم مناطقنا فقط لأن ما عندنا قدرة ندخل للمناطق ديك هما متفقين علينا تحت أي ور من الظروف هما متفقين علينا مهما كان نوعيتهم الآن تكوين هذا من أبناء يافع أين أين القطاعات المنية؟ أنا سمعت في التقرير الآن اللي عندهم مراسلون هناك ذكر أيضا أن عودة لرجال الأمن الذين كانوا من ضوينا تحت الحكومة والذين عملوا الآن في إطار الحكومة الشرعية أنتم استقطبتموهم الآن وشكلتهم بتشكلة أمنية؟ هما بالأساس هما يمارسون العمل ماذا فعلتم لهم أنتم؟ أعدناهم من جديد يعني بتشجيع مننا يعني أعدناهم من جديد بالأساس يعني المباني كانت خرابة أعدتم المنشآت يعني؟ أعدنا بناء المنشآت وشجعنا يعني رجال الأمن المتواجدين بعد أن قابت الدولة خلينا عمس المنشآت ماذا فعلتم لها؟ المنشآت الأمنية قصتك؟ يعني مثلا المباني المدنية يعني اللي يعني يمارس الرجل الأمن من خلالها يعني عمله اليومي أعدتوا ترميمها؟ أعدنا ترميمها وتقريبا رحنا لبعوث يعني يعني مثلا كان في مجهود الأستاذ عادل العذري مجهود غير عادي مجهود جبار لا أستطيع يعني معناته أشرح لك يعني كيف كم منشآت رممتوا تقريبا وعدتوا كثيرا؟ المنشآت كثيرة ولكن لو سألت لي كم المديريات يعني بتشمل ثمان مديريات كلها عملتوا تعادة ترميمها؟ يعني يعني باغي عندنا مديريتين يعني تقريبا وست مديريات كلها عادي ترميمها يعني عادي ترميمها بشكل ممتاز جدا يعني معناته طيب كيف يبعث العمل فيها الآن؟ من يعمل فيها هذه المديرية؟ هجال الأمن السابقين اللي كانوا بمارسون عملهم نعم استعدتوهم أنتم؟ مو استعدناهم هما بالأساس يعني معناته موجودونهم عندهم الرغبة وعندهم يعني حسوا الآن أن الجنوب ممكن يرجع من شان أكون معك صريح ماذا قدمتم لهم أنتم؟ ماذا فعلتم لهم؟ خدمنا لهم التشجيع وعندنا لهم صيانة المباني يعني في في الجنوب المادية ماذا فعلتم لهم؟ يمنحون رواتب وكبأة؟ مبالغ مبالغ لبعض الأشخاص الذين لا يحصلون على مبالغ نأمل لهم مبالغ ونأمل لهم رواتبهم إلى حد كبير نعم وبعض مثلا الغداء والمساءة هذه في بعض السيارات الغير جاهزة واللي كانت يعني معناته ما نقدر نستخدمها أعدنا صيانتها وركزنا على الجانب هذا وإن شاء الله بإذن الواحد الأحد أنه بنعتبره أنه انطلقه إذا قدرنا نعمل هذا الكلام نقدر يعني معناته ننطلق منه أو الباغي المديريات والمحافظات لما يشوفوا هذا الكلام أتوقع أنهم بيحدون حد هنا بإذن الواحد الأحد الآن أنا سمعت في التقرير أن هناك ميزانيات رصيدات لبعض المديريات هذه الميزانيات من أين أتت؟ من رجال الأعمال؟ تواجدين بشكل أساسي بالمملكة العربية والسعودي أنا أشكر بهذه المناسبة من الجالية اليمنية نفسية؟ من الجالية اللي نسميه فوسنا جنوبية لنكون معك صريح ولكن بشكل عام يعني معناته رحنا معكم نتحدث عن اليمن الآن؟ رحنا معكم بالحقيقة رحنا معكم رحنا مع التحالف أي شيء يقول التحالف رحنا معه يعني من رجال الأعمال في الخليج والسعودية هم الذين وفروا هذه الميزانيات في سعودية درجة أساسية نعم وفي الإمارات العربية وغطر والكويت طيب دعني أنتقل ضيفتي هنا سأعود لك الآن أنتقل ضيفتي وأنا أرحب بالضيفة يعني بالمناسبة دكتورة هدى معنا دكتورة هدى علي علوي وهي أكاديمية وناشطة اجتماعية مرحبا بك معنا دكتورة مرة أخرى وأيضا نريد أن تلخصي لنا الآن بشكل سريع الدورة التي تقومين بها ناشطة أكاديمية برؤية مختلفة تقيمينها أيضا برؤية أيضا متميزة صفينا الآن دورك المشهد أمامك الآن أحيي قناة الإخبارية القائمين عليها والمتلقين مشاهدين هذه القناة خير وأفضل تحية الحقيقة أن دور منظامات المجتمع المدني طرع عليه تغيير نوعي في الفترة الأخيرة في محاولة للحاق بالركب ومواكبة التحديات الاستثنائية المناطة بأدوار هذه المنظمات الحقيقة أنه ما تزرحه هذه المنظمات في وقت السلم من التمكين من التنمية البشرية تحصده في وقت الحرب الحروب أو الحرب العدوان الغاشم على المحافظات على القنوب وعلى عدن يعني كما هو معروف وضع مرضمات المجتمع المدني على المحك وبالتالي هي يعني كانت معنية بأنه تستهدف كثير من القضايا الملحة اللي وضعت اللي كانت أمامها في محاولة لأداء مجتمعي نوعي في إطار مفهوم الشراكة بين المؤسسة الحكومية وبين المجتمع بكل مكوناته السياسية والاجتماعية وهذا طبعا انعكس بشكل قليل في كثير من الوقائع المشهود لها يعني أنه سجلت هذه المنظمات يعني تصدرها للمشهد فإذا كان يؤشر دائما إلى التعويل على دور الميداني أو العسكري والانتصارات اللي كتبت بحروف من نور على الاعتداء الغاشم على عدن والقنوب فإنه لا يقل أهمية ولا يعني يقل دلالة الدور اللي طلعت به منظمات المجتمع المدني سواء كان في حجد المجتمع تعزيز معنويات الناس استمرار الصمود ضمن أدوارها الوظيفية المتعلقة بالتعبئة المتعلقة بالتنظيم بحسن التوقيه في إطار ضعف وعجز السلطة المحلية حينها بأداءها لمهامها الحيوية في كل الظروف فما بال الأمر عندما يتعلق بظروف مثل الحقائق اللي كانت يعيشها سكان وأهالي عدن والقنوب في فترة الحرب بعد تضييق الخناق والحصار اللي كان مفروض عليها من قبل ميليشيا الحوثي وقوات صالح وهنا ظهر القدرات والكفاءة لأدوار منظمات المجتمع المدني وللأمانة في هذا السياق أنا شدني طرح الأستاذ محضار بن طهيف فيما يخص دور منظمة حلف أبناء قبيلة يافع للأمانة شهادة تاريخية بعيدا عن النفاق والمحاباه الاجتماعية استطاعت هذه المنظمة فعلا أن تكون لها بصمة حانية وأن تكون لها إسهامات ضمن مساهمات واسعة ومتنوعة في مختلف القبهات كانت القبهة المعنية بتقاوز الناس لإشكاليات الحسار الاقتصادي كنت أريد أن أسألك دكتورة إلى أي مدى أنتم تنسيق هل هناك تنسيق بينكم وبين هذه المجهودات المجتمعية التي تبنها ابناء يافع هل هناك مثلا ترتيب لنقل هذه التجربة مثلا إلى المناطق التي أنتم تتعاملون معها إلى أي مدى تأثير هذه أيضا مثل هذه التشكيلات المجتمعية على العنصر النسائي وعلى دور العنصر النسائي أيضا الحقيقة نحن الرصيد التراكمي لمبادرات الحلف وأدواره خلال هذه الفترة الأخيرة شجعنا وحفزنا على أن نفتح أفاق واسعة للتواصل والشراكة مع منظمات المجتمع المدني يعني من خلال تعرفنا على هذه الأدوار استطعنا أن نفتح شراكة خاصة نحن كنا في تلاء الهيئة الأهلية لإغاثة عدن كان الحلف دور كبير أيضا في تقديم الدعم من خلال آلاف السلال الغذائية اللي وزعنا على مخيمات النازحين في المدارس والفنادق إلى جانب التطبيب مكافحة الأوبئة علاقة القرحة وكثير من الإعانات لأسر الشهداء وأعمال خيرية لا تحصى ستخلد في الذاكرة الإنسانية القنوبية أن الحلف أدرك مسؤولته التاريخية وكان حاضر بقوة في المشهد هذا الكلام أعتقد أنه القميع لا يختلف حوله وهي مسألة تشجعنا نحن حتى في القطاع النسائي بما أنه نحن دائما نميل أكثر وننزع نحو العمل الإنساني والخيري وحتى بحيد عن المفاهيم الاستقطاب الاجتماعي الفئوي للمنظمات الداعمة سواء كان المرأة أو الشباب أو الأطفال وما إلى ذلك نحن كمنظومة مجتمعية نشعر أنه نحن معنيين فعلا أنه لبني شراكات وشبكات مجتمعية يعني نعزز فيها التبادل والخبرات وتعزيز فرص ضمان دعم المجتمع وتمكينه وتقاوزه لتحديات أي عملية من شأنها يعني أنه تؤدي إلى انحصار الدور المجتمعي المتقدم نعم الشيخ محضار يعني إلى أي مدى أنتم الآن تنسيقكم على الجهات الرسمية في تحركاتكم في المنطقة التي أنتم فيها الآن هل في تخطيطكم أنكم تنقلوا هذه التجربة للآخرين أنتم كمشرفين أو كمسؤولين عن نشأة مثل هذه التكوينات الزانية في الواقع أولاً الله يضع العمرك ويحفظك أنا يعني إنسان بسيط جداً وبحاول ألقب نفسي أنا بخادم يافع وليس الشيخ لأن يعني في عندنا ناس يعني نحترمون بقيلهم وهما ما شيخنا بالأساس وهذه الموروث التاريخي بفرض علينا هذا الكلام أولاً لا توجد دولة خالص علشان نسر يعني معها بأمان في الحقيقة ما في دولة يعني علشان نسر معها وهذه ما كيف توجد دولة الدولة غايبة عنا تماماً أنت في دوائر صغيرها داخل المدن الدولة الآن يعني مشغولة بهم كبير عمني عسكري هي رحنا الحقيقة الدولة غايبة أنا أتوقع أنتم الآن تتكونون أيضاً من رجال الدولة أيضاً ليس العسكريون لا رحنا رحنا حاولنا يعني قدر استضاعاتنا لما وجدنا يعني الدولة لم تغم بالمهام حقها يعني حاولنا نوغف رحنا مقام الدولة في الدعم وتسيير أمول العمل لأن الناس اللي بتكلم عنهم هذا يعني الموظفين الأمن في الحقيقة يعني بعضهم ما استلموا راتبهم خالص يعني بعضهم ما يعني حقوقهم ما استلموها يعني كيف ممكن يمارسون عملهم كيف ممكن يعني يعيلون أسرهم إذا ما استلموا يعني رواتبهم وذا ما حصلوا على حقوقهم فرحنا قمنا بالمرحلة هذه محاولة تغطية المسائل هذه وعندنا رغبة شديدة جداً أن الآخر يقتلي بنا وإذا عندنا إمكانيات متاحة ممكن ننقلها إلى المحافظات المجاورة أما في عدن بالحقيقة واللحج بدرجة أساسية كان لنا نشاط كبير جداً ولكن أنا حبيت أتكلم عن المنطقة التي يعني كلمتني بالبداية عنها إنما في عدن معروف يعني معناته إيش عمل التيافع إيش عمل الحلف رحنا مكونات متعددة وليس الحلف فقط ما هذه مكونات؟ مكونات كثيرة جداً يعني معنات أفضل مجتمعية؟ مكونات مجتمعية يعني اللي ظهرت بالأزمة هذه وحتى في مبادرات شخصية وفي مثلاً يعني مثلاً إذا في 15-20 صديق مع بعض كونوا صندوق معين لإغاثة منطقة معينة وإغاثة مكان معين لإغاثة أمراض لإغاثة جرحة يعني بهذا الطريق يعني صار شغلنا لأننا ما كنا معدين أنفسنا لهذا اليوم هل ظهر لكم أثر أمني على الوضع الأمني في المناطق التي انشأتم في هذه المجموعات؟ في يافع نتمنى ذلك لم يستمو في ماذا؟ في ماذا؟ هذا المظر الأمني نعكس على حركة الناس نعكس على يعني ارتياحاً كيف أثركم واضحاً؟ بالحقيقة يعني معناتها غياب الأمن من أول كان كل شيء متاح نعم يعني كان مثلاً في تهريب بعض المواد غير متواجدة في غضايا أمنية يعني بتخلي بالأمن بشكل كبير غضايا قتل وغضايا يعني ما أكثر من الغتل ولما بيتنشط الأمن يعني بتغيير الأمور إلى الأفضل ونتمنى من رب العالمين أن نقدر يعني نأهل شباب يعني نأهل شباب يعني حتى للغيام بواجبهم وعندنا مشروع جديد سوف نقوم به وهو تأهيل تأهيل كوادر من أبناء المنطقة يعني للقوات المسلعة بإذن الواحد الأحد وتأهيلهم للأمن وسوف يعني نعمل مركز في رصد بإذن الواحد الأحد مركز تدريبي في رصد ومركز تدريبي في لبعوش إضافة إلى الموقع الموجود في العر في منطقة العر اللي هي البوابة اليافعية مع المنطقة الأخرى ما أريد أن أوضح أكثر من كذا نعم إذن إذا عدنا ننتقل للدكتورة دكتورة هدى دكتورة يعني إلى أي مدى أثرت هذه أفونا إذا سمحت لي أداخل بالنسبة ل تفضلي تفضلي تسمعني أنا أعتقد أنه نحن نحيي كل المبادرات نحيي مبادرات حل في يافع وغيرها من المكونات القنوبية الداعمة ونعتقد أن تقربة التأهيل أو بناء المؤسسات أو المراكز الشرطوية أو الأمنية في مدريات يافع لا بد أن هذه تقربة فريدة وهي قديرة بأن تنتعميمها ونقلها إلى عدن في ظل تعقيدات المشهد السياسي والأمني في عدن هي أحوق ما يكون فعلا إلى هذا الدور يعني بالتالي نحن نحث الخطاء الحلف وغيره من المنظمات أو من المبادرات أنه إسهامهم لا يقتصر فقط على يافع وأنه نحن في عدن يعني نمد أيدينا أيضا إلى الحلف ونطمع بأنه يكون حاضرا وأنه يعني ساهم في نقل هذه التقربة سواء كان في عدن أو الضالع أو اللاحق أو غيرها من المحافظات القنوبية إلى أي مدى أثرت على المشهد الأمني دكتورة؟ لحظتم أثر فعلا على المشهد الأمني هذه المجهودات في المحافظات المراكز التي طبقت فيها؟ طبعا الحقيقة أولا يعني كارثة الحروب إنعكاساتها يعني غير عادية ولا يمكن يعني رصدها بمقرد مشاهد يعني المشهد الإعلامي ما يكون قاصر عنه عن رصد هذه الآثار وهذه التداعيات وخاصة مسألة الضبط ويعني السيطرة على زمام الأمور من الناحية الأمنية خاصة زي ما قلنا أنه في ظل غياب السلطة المحلية وفي ظل تأخرها عن أداء أدوارها في ظل عجزها وبالتالي أصبح لزاما يعني توفير مضلة آمنة كضمانة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي وبالتالي أنه يعني هناك في بعض الشواهد أو بعض الأحداث الطارئة اللي عكرت صفو الاستقرار الحياة الأمنية لكن الحياة في عدن تستعيد عافيتها تدريقيا بكل ما كانت هناك في جهود مخلصة حثيثة قادرة على أن تقرأ وتستوعب المتطلبات ومقتضيات المرحلة الراهنة وإحتياجاتها وبالتالي نحن نعول على هذه الأدوار ونعتقد أنها بمكان من أنه فعلا تحدث طفرة وأثر مباشر في الواقع على صعيد تحقيق التوازن الاجتماعي نعم نعم دكتورة أنا لدي سؤالي دكتورة نعم دكتورة لدي سؤالي أنا سأطرح سؤالي علي لك وأيضا لضيفي في السوديو لكن أختم معك الآن بهذا السؤال هل هناك مشروعات موازية تفضل هل هناك مشروعات موازية لهذه المجهودات تسهم فعلا في أكمال الجوانب التي تحتاج إلى استكمال في جهودكم؟ الحقيقة أنه صحيح أنه هناك تغيير في خطاب المنظمات المجتمع المدني لأنه طبيعة الاحتياجات تطلبت أنه نحن نكون قادرين على أنه نفهم إيش الإحتياجات المستقدة باستمرار لكن طبيعة الأنشطة المدنية هذه الجبهة الحقوقية دائما هي تركز في اتجاه توفير المناخات تهيئة الأجواء للقرار السياسي للأصحاب بركز القرار للأدوار الأخرى من شأنها أن تحدث هذا التغيير نحن دائما نستهدف القانب الفكري، الذهني، النفسي من خلال مبادرات، من خلال عمليات المناصرة الحجد المجتمعي مثلا باتقاه حماية السلم الأهلي نحن نشتغل على كثير من الموضوعات الحيوية ميدانيا اللي بتساعد الأطراف والشركاء الآخرين في أنه نحن نحقق حلقة تكاملية بيننا كمنظمات مجتمع مدني وبين غيرنا من الحلفاء والشركاء سواء كانت دائمين أو اللي يشتغلوا معنا بنفس نعم، أعتقد أن أختم مع ضيفي هنا في السوديو في ترتيباتكم الآن وفي توجهاتكم ما رؤيتكم المستقبلية لهذا التكامل؟ بالنسبة لنا رحنا العمل الغادم وبالخمسة عشر يوم الغادم سيتم بإذن الواحد الأحد افتتاح مركز تدريبي في منطقة رصد وافتتاح مركز تدريبي في منطقة لبعوس في لبعوس هذه المركز التدريبية لتأهيل الشباب وأخذ الدورات بالجانب العسكري على جميع الجزاء على جميع الجزاء يعني بالجانب الأمني يعني معناته إلى حد كبير ويعني نتمنى من أن نوصل إلى توحيد الجهود يعني بحيث رحنا نقدر يعني نكون غريبين من بعضنا لأن المنظمات المجتمع المدني منفردة ما بتقدر تسوي بعض الأشغال اللي من هذا النوع صحيح نعم الشغلات هذه الجانب الأمني يحتاج قدرها غير عادية ويحتاج تكاتف من أكثر من منظمة لم يقال هذا يوقت شكرا جزيرا لك أنا متشكر جدا يعني على استضافتي وألف شوط خامنكم الله شكرا إذن شكرا يوريط لضيوفي في هذه الحلقة كان معي في الأستوديو والأستاذ محضار بن طهيفة أحد مؤسسي حلف أبناء يافع أيضا كان معنا من عدن دكتورة هدى علي علوي أكاديمية وناشطة اجتماعية شكرا جزيرا لك يا دكتورة أن كنت معنا في هذه الحلقة ونلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة لكم أجمل تحية من فريق هذا البرنامج في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر